الحل هو اللي اسكو انباس فرلي الحل سكي الفودغي سو عشرين الف حاجة اولاً لسوليشون الالترنتيف مثلاً الشيكان وقت اللي انا نبيع في التوزيع نبيع للكليان متاعي فريجيدير ويخلصوا على عام واثناش نشيك يعتيني كان جيت فما حاجة متع كريدي على كونسومسان في تونس كيما ستاليم راهو اشتر لبزوان دشيك هذوما نكزيستو غيبا راهو ستاليم لبخندغي انشارج او اليوم في الوضعية الحالية ستاليم كي بش تعمل في تونس راهو ماش بش تكون انا وياك وثلاثة اهربعة مستثمرين بش نعم نو ستاليم الوضعية الحالية متاع البنوك اليوم لك احنا تحكي على قروض الاستهلاك قروض الاستهلاك قروض الاستهلاك للوكول معده وقت اللي يجي بشي شري فريجيدير وقت اللي يجي بشي شري سبابة وقت مستهلك البسيط مستهلك الاخير هذي في تونس نجو تكون حل اما الحل هذي موش بش تعمل خاطر الوضعية الحالية متاع السويولة في البلاد لا تسمحو مي شانتي يلزمنا نتلهو بيه ويزمنا نبداو نخمو فيه طبو ونحضرو لكادر دونس وكادرولا الحاجة الثانية هالحاجة حكيات متاع انتر انتر بخيز راهو فاما ان كادر اللي محتوط يقول لك راهو ميزموش يفوتن ايار سايتفي مي اللي بش يسير راهو بلوش دوريجلمانت في الوضعية الحالية بلوش دوريجلمانت وتحط تحنا مشكلتنا في الحيوط اللي موجودين المؤسسات الصغرى المتوسطة اللي نهار كم اللي دارة تحكم فيك تحب تزيد حيوط اخرين لسول شوز اللي بش يسير فيه هما اللي بش يتهلكو هما المؤسسات الصغرى والمتوسطة الحاجة دونك هالبخوبلم دو فنانسمن ني با غيزولي كنتي ني با متحلش مشكلة التمويل متاع المؤسسات الصغرى المتوسطة باش ندخلو في الحيط المشكلة مشكلة تمويلة ماتاش حل على هذي على هذي متقوليش البنوك حقهم والبنوك اه يستغنى لا لا مانيش تقولك البنوك لا لا مانيش تقولك البنوك باش نوريك المنظومة كيفاش قاعدة تختم تقولك التكنولوجيا تمكنك من من تلافي هالموضوع تماما بمعنى ما يدخل الحبس بالتكنولوجيا هذي الا الا قليلة كأداة دفع يخي هذو ما اللي قاعدين يمشوا للحبس على خطر كأداة دفع مو على خطر استعملوا الشاك كأداة ضمان ما تنجمش تصب لبرشا ما تنجمش تصب لبرشا ما تنجمش تصب لبرشا هيا كيفاش عليش يدخل الحبس هو صاحب المؤسسة وقت اللي انتي تتدعثر المرة الاولى والاخر يصب والاخر يصب والاخر يصب الضمان والاخر يصب الشاك اللي مخبه والاخر يصب يغرق يوحل ويمشي للحبس سايبه بالكل خطر حاشتوا بكريديات من عندهم الكل ها مشاو فاسلك شو خلينا نفهم الناس خلينا نفهم الناس على خاطر مناش ما تنقذين شي يقول لك هو سي عبدالرزاقي سي عبدالرزاقي يقول لك اذا كان نعملوا الشاك الالكترونيك راهو كي تستعمل الشاك كأداة دفع ينقصوا المشاكل وينقص المشاكل متاع التزوير متاع التزوير ما هو الحقيقة هالشي كان انتداتي اللي قاعدين دور فيهم وكيما فاسرنا بكري على خاطر ما فاماش تمويل للمعاملات بين المؤسسات شي يقول لك سي عبدالرزاق نحيه ولي خالص كونتون وإلا يمكنك الكابتين ولي ثلاثة اللي تحكمهم هما الكبار باش يستنفعوا منهم ويزيدوا يكبروا باشصير الكبارات يوالي يزيدوا هاي منو اكثر على القطاع وصغار باش يندثروا بشوي بشوي خاطر ما عندهمش الامكانات المالية باش يتبعوا هيدا الكل دونك لغيس جلتها متاعوا ايه خاطر كيما فاسرت بكري ما فاما حتى حل اخر تحب نحكيه على الحلول طوى ما فاماش ما زالنا اقل من من عشرة دقايق على فترة اقل من ثلاثة دقايق هو ما فاماش اليوم ما فاماش بديل اليوم ما فاماش بديل للشيك للتمويل متاع الفنكسونمان طاع المؤسسات رينا اللي ما فاماش بديل بناج متقولي الكمبيالة ايه بسيتياتي بسيتياتي في دول الاخرى القاو بديل لا لا ما قاوش بديل قاعدوا في دول الاخرى لا لا يفو يفو كمباري في البودين الاخرين يه كيمة الى اعطاهم نبكري سي عبدالرازير يه بلدين اللي ما فهمش مؤسسات صغرة متوسطة كيمة البلدين التعليموها يتستغى اسانسيالما شركة كبار شركة كبار تبعين الدولة يتستغى استغى معنهمش كيمة تونس قطاع متاع مؤسسات صغرة متوسطة اللي هو اه اه وقلا فهمة بلدين اخرين يحكيلي على فرنسا تاع ثمانين تسعين ولا متاع تسعين القطاع المالي متاحهم يبوكو بلي ديفلوبي كل قطاع المالي متاع تونس فيه الفين وثلاثة وعشرين يحكيلي على الاردن اردن اتو ن بلاسة فينانسيخ القطاع المالي متاحه يبوكو بلي ديفلوبي كل قطاع المالي متاع تونس ثلاثة وعشرين او ازيدك حاجة اخرى القطاع المالي متاع تونس الفين وخومستاش اقو برشة من القطاع المالي متاع تونس الفين وثلاثة وعشرين يدونك اليوم يكيه كان تنوو كمباري نكمباري وقل دي بيش تعمل اسلاحات الاسلاح متلوب وهدو ما شوانت فما حاجة نجموا نعملوها اكو اغتاهم حاجة واحدة طول دولة قاعد تاخو عشرة في المياه وعشرين واربعين في المياه وقت لي انت ما تخلصش في الاجال هداكم بتاع الشيك متاعهم نجموا نبدلوا القانون وما عادش الدولة طالب اكلمان مانده ديك اللي زدت الرزب على خاطر ايتيح البقرة ها عندك عفو عامل وعفو عفو عالخطايا استنفعوا بيها العباد اللي مخبية مرسوم عدد عشرة مرسوم عدد عشرة لا 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 تولي في القانون باش اليوم غدوا بعد غدوا هداي نجم يسير هادي الحاجة الولى الحاجة الثانية باش نقعدوا بسيستام اللي كي تبدأ قضية تقعد اربع سنين اربع سنين الشركة الشيك يموت واللي مشكي بيه يموتوا والكل هم يموتوا ديما جريدكما المؤسسات متاحهم وما فهم حتى حل اللي قاعد يصير هداي الشانتي ما هوش متاع عام ولا ثلين ولا ثلاثة ما زمنا نبدأ ونحكي فيه تاو ساس دو اين دو دو القانون متاع الركوفرمان في تونس القانون متاع الركوفرمان هما البنوك وما همش قاعدين يعملوا الركوفرمان اللي عندهم دي ديركسيان سبيسياليزيه وجيش متاع عدو المنافذين اللي ما يخدموا معاها معاها متناشة تستيغا وما مش خالتين يعملوا الركوفرمان خلي شركة صغرة ولا متوسطة كما يحكي هوه يقولك بالكم بياله انوالي نشكي بيهو من غدوه ويجيه ودرشنا انو بالي مايان سيكلير كل فلوس بش يمشيو عليهم نوك هدايا نحسنو القانون متاعنا متاع الركوفرمان كنحسنو فيه دوتوت فاسان حاش بين مسات صغرة متوسطة البنوك يواليو يغزرو لنا ام بي بلوس علاش على خاطر الخطر بش ينقص يواليو ينجمو يغزرونا ام بي بلوس وليجارانتي مشكل ينقص شوية الحدا متاعو تنقص شوية هدايا الحاجة الثانية السيستام و هداهم هم ثلاثة حاجات اللي نجمو نعملو مش بش بش نخفضو من الحدا متاع المشكلة وهدا يخدمة على طويل المدالي النجمسي خاطر الحلول اللي يعطاهم بكري سي عبدالرازيق الكل بهين اما الكل هم على حكاية بتاع الشيك ملقاش الحل الحل يقول لك اه ما عندكش الا غالب وانتش مدخلك في البير هدايا ما عندكش فلوس خلي اللي كبار وما اللي نجمو يخدمو